السلام وعليكم الدرائرين جميعا تكونوا كاملين بباخير وعلى خير انتوا ما كتفرشوا في الفيديو في الفيديو انا اوضح لكم الحقيقة كاملين دل عب صامت الزلزولي والاختيار دل إسبانيا والمغرب وما بين صريحات دلخوه والصريحات دلويس انريكي بلا وما طبعيكم الاخوة ندخلوا دلخلوا دلخلوا في تفاصيل الخابة كما شفنا وسمعنا كاملين الاخوة البرح لويس انريكي دل واحد صريحة تلقى نجفاموس الاسباني اللي كانت ناقل للماتش دل مباراة ريال مادريد وبرشالونا اسباني لويس انريكي اصدام لي بنادم بزاف وقال لهم بأن الزلزولي راقى دوا معايا وختال منتخب الاسباني وبأنه غد يختال منتخب الاسباني هاتش جاء على لسان لويس انريكي وكذاك صحيفة دل ماركة في تويتر نشرات تتكلمني دلويس انريكي وقال شو بأنه وقالوا بلسانه وفهموا معايا ده من شو مان اخوان ولكن قبل شو سيمانة ديبة خرج اخذ عبد سامات الزلزولي اللى هو محمد زلزولي وقال ليهم بأن عبد سامات الزلزولي لمغربي يقحوا ان شاء الله سيختال المنتخب الوطني المغربي وراه مغربي 100% وراه اسميتوا عبد السامات الزلزولي وراكز معاى الاخوان اسميتوا عبد السامات الزلزولي مويا ما الاخوان نوضح لكم الحقيقة والاخوان خارج الشيء اللي بينه واضح هو ان فقط اذا قصوب الاساليب لنسلي عبد الازلولي في الناس الرسل وتقول لي شخص الطرق لأنه يلعب المنتخب الإسباني هناك الأخوان عبد الازلولي المغربي مئة في المستخدم ليجب أن يلعب المنتخب الوطني أسل يصور التلفاز بأنه يصور صورت المنتخب المغريبي ان يترك اللوغو في البيوت للانستغرام والثابة تكون للمنتخب الوطني المغربي ولكن بسافة تلاحظ مونتخب الموطني غير يزيط ليه كثيرا أخوان diesem سيء رجل مغربي شخص يتفيد عبد صامت زلزولي و يقول انا ملاحظة إسبانيا كبيرا ألف شيء يدى أداء باهر و يلقى انا راسهم لها ليلحب مثل عبد صامت زلزولي هذا كل مكان عبد صامت زلزولي مغربي رجل هم شخص يحسب لقد لقال انويس انريكا و أسلوب الأساليب الإقناع بجلقان عبد صامت المهم هذا اللي كان في الفيديو إنساء الله في دوزي في أمل إله